موسيقى حلقة جديدة من البعد الآخر أهلا بكم في بداية عام 2020 لقي مليونير أمريكي مصرعه بطريقة غريبة فقد صنع بنفسه صاروخا وانطلق به إلى السماء ليلتقط صورا للأرض يثبت بها أنها مسطحة ولكن الصاروخ هوى أرضا وقتل المليونير المغامر المليونير الأمريكي مايكل هيوز كان جزءا من مجتمع كبير يقدر عدده بحوالي 6 ملايين شخص في الولايات المتحدة الأمريكية يطلق على هذا المجتمع Modern Flat Earth Societies يؤمن أعضاء هذا المجتمع بأن كروية الأرض هراء زائف ومؤامرة تغرسها مؤسسات حكومية مثل ناسا في عقول الناس تويتر وفيسبوك وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي كانت وسيلة هذا المجتمع للتواصل والتجمع وتغذية أفكار نظرية المؤامرة وإذا كان إنكار الحقائق العلمية ممكنا على نطاق واسع بهذا الشكل فما أسهل إنكار حقائق سياسية أو التشكيك حتى في انتخابات من دون دليل أو نشر أفكار كيو آنون التي يعتنقها كثير من الذين اقتحموا الكونغرس في الأسبوع الماضي تويتر اتخذ قرارا مثيرا للجدل بإيقاف حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واتخذ قرارا آخر بتجميد أكثر من سبعين ألف حساب على علاقة بحركة كيو آنون اليمينية المتطرفة وهي قرارة تثير تساؤلات عديدة حول الدور الذي تقوم به شركات التكنولوجيا الكبرى في نشر الأفكار أو تحجيمها حول هذا الموضوع رحب بضيفي من الولايات المتحدة الأمريكية البروفيسور أرام السينرايك وهو بروفيسور الاتصال في جامعة أمريكا أهلا بك معنا بروفيسور أرام بروفيسور أولا هل نظريات المؤامرة فعلا تجد الدعم في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام؟ نعم بكل تأكيد هي متشرة جدا عبر التواصل الاجتماعي ويمكن حتى قياسها هناك عدة باحثين حول العالم يجمعون البيانات كبرى ملايين وملايين الكتابات عبر التواصل الاجتماعي وحللونها لتحليل انتشار نظريات المؤامرة هذه كنا أشرنا إلى مايكل هيوز وكيف أنه قرر أن يقوم بإنشاء المجتمع لفي ستة ملايين شخص الذين يحاربون فكرة كروية الأرض وانتشر هذا بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي مواقع التواصل الاجتماعي تمثل قمة التكنولوجيا في العالم كيف لقمة التكنولوجيا أن تلتقي مع أفكار بعيدة تماما عن العلم سؤال مثير جدا أعتقد بأن لأغلب الأشخاص العلم الذي نستخدمه يشابه بشكل كبير السحر أنا أتحدث عبر اللابتوب والكمبيوتر المحمول وأفهم مبادئه الأساسية لعلوم الحاسوب ولكنني في الحقيقة لا أعرف كيف يعمل ولا حتى كيف يبث الانترنت الفيديو والصوت إليكم لدي ثقة معينة بالعلم كأسلوب لفهم العالم ويظهر تفوقه عبر خلق التكنولوجيا مثل الكمبيوتر الذي بين يدي ولكن الأشخاص بشكل عام يؤمنوا بالسحر بدون الحاجة لفهمه وهو يتزامن مع الثقافة الإنسانية على مدى التاريخ أن الأشخاص يعيشون في نظام معين ولكنهم يؤمنون بنظام مختلف تماما النسخة أقل خطورة من ذلك هي حقيقة أن أغلب البشر حول العالم يؤمنون بأشياء لا يرونها بعينهم ولا يتفاعلون معها بشكل يمكن أن يلتقط بعدسات كاميرا أو بمايكروفون نحن لا نرى ذلك بأنه أمر غريب بل نعتبره معتقد أو دين فهي مسألة معقدة والجواب بكل بساطة هو أن البشر قادرون على الاعتقاد بشيء وفعل شيء آخر في نفس الوقت طيب لكن هل هناك أي تفسير ما خلصت إليه كثير من الدراسات أن الأخبار الزائفة أو الشائعة تنتشر بسرعة ربما تكون أكثر بسبعين بالمئة من سرعة الأخبار الحقيقية هل من تفسير لذلك ولا علينا أن نعود لعلم الاجتماع حتى نفسر مثل هكذا نظريات نعم سؤال رائع الإجابة المختصرة هي أن شبكات التواصل الاجتماعي المهيمنة مثل فيسبوك وتويتر منظمة بشكل حيث يكون فيها مستخدم الكلمات الذين أديهم ارتباط عاطفي بالمحتوى بدلا من المحتوى الذهنية والذكاية قبل بضعة سنوات مثلا غير الواجهة فبدلا من حب الشيء وضع لايك ميكانك وضع وجه مبتسم أو غاضب أو حزين وسبب فعل ذلك لأنهم يكسبون أموالا أكثر من خلال جمع المعلومات حول عواطف الأشخاص الذين يبيعون لهم الإعلانات ولكنهم استخدموا البيانات الخاصة باستجابات الأشخاص العاطفية لأن يقدم لهم محتوى أكثر وفائدة وعلى الأكثر سوف يتفاعلون معه وهذا يساعد أيضا في الإعلانات ولكن كما اتضح لاحقا فأن نظريات المؤامرة ليست التي يؤمن بها الأشخاص بعقولهم بل بقلوبهم ولهذا فأن التكنولوجيا مواقع التواصل الاجتماعي التي تشجع العواطف على الذكاء تشجعه أيضا نظريات المؤامرة على الأنباع الحقيقية طيب الآن وأنت أستاذ في الاتصال دائما ما كنا تاريخيا يعني نناقش مسألة الرقابة على حرية التعبير وإذا كانت تجوز هذه الرقابة أو لا تجوز الحقيقة في دول العالم الثالث هناك الكثير عمل من أجل الاستغناء عن فكرة الرقابة على حرية التعبير في وسائل الاتصال وسائل الاتصال تلفزيون إذاعة وحتى صحف مواقع التواصل الاجتماعي هل لها حق في منع أفكار معينة من الانتشار وتعزيز أفكار أخرى أو دعم أفكار أخرى السؤال رأى آخر وهذا الأمر يعتمد على فهمنا اللي يتواصل الاجتماعي مقارنة بالتاريخ في الماضي أو في الولايات المتحدة على الأقل كان واضحا بأن التعديل الدستوري الأول الذي يمنع مجلس الشيوخ من مراقبة خطاب وكلام المواطنين لا يتسع ليشمل السيطر على وجهات النظر المعبر عنها في الصحف وقنوات الكيبل فإذا ما قارننا مثلا الفيسبوك وتويتر على أنها نظيرة لفوكس نيوز أو نيويورك تايمز فبلا شك فإن فيسبوك وتويتر لها الحق بصياغة الأسلوب على منصاتها هي شركات خاصة والمستخدمون بإمكانهم اختيارها أو لا أما إذا ما كنا نعد منصات التواصل الاجتماعي بشكل مختلف وأنها أشبه بمنظومة الهواتف فهذا يعني بأن لها المسؤولية لتمكين كافة الأصوات لتسمع بالتساوي ولا يجب أن تلعب دورا في تقرير من يقول ماذا وهذا السؤال حول كيفية فهم التواصل الاجتماعي مقارنة بتاريخ تكنولوجيا الاتصال هذا سؤال مفتوح جدا الآن وقيد المناقش الكبير ولا أحد لديه الإجابة عنه ولذلك ليس لدينا مسار واضح للمستقبل فيما يخص السياسات التي يجب أن تحكم التواصل الاجتماعي يعني صار فيما حصل مع الرئيس الأمريكي ترامب حصل هناك خلط في وصف هذه الوسائل هل هي منصات رقمية لتسهيل تواصل البشر وعرض أفكارهم من أجل حرية التعبير أم أنها مؤسسة صحفية مؤسسة إعلامية لها سياسة تحريرية معينة قد تمنع من ترغب به وقد تدعم من ترغب به أيضا هذا السؤال حتى هذه اللحظة لا يوجد إجابة عليه صح؟ لا يوجد جواب واضح هنا الكثيرون الذين يدافعون عن جانب وآخرون يدافعون عن جانب الآخر وإلى الآن على قل في الولايات المتحدة فنجهة الرقابية والمشارعون أيضا لم يقدموا الجواب الشافي فالسؤال المفتوح ولزيادة درجة التعقيد الرئيس ترمب استخدم تهديد الرقابة على أسلوب لتنمر على شركات التواصل الاجتماعي من أجل دعم وجهة نظره السياسية وهذا انتهاك للسلطة وأيضا يجعل الحوار الدائرة حول التشريعات المناسبة أكثر صعوبة لأنها أصبحت تفاسدة بسبب المصالح السياسية لكن السلطة السياسية والقانونية لمواقع التواصل الاجتماعي على الحسابات مهما كانت هذه الحسابات لرئيس أو لمواطن عادي هي غير واضحة حتى اللحظة إذا كان لهم سلطة أم لا يوجد لهم سلطة هذا صحيح وربما هذا من أشياء التي ستقرره المحكمة العليا في الولايات المتحدة هو شيء على قل في الولايات المتحدة نحن حاليا نبحث فيه من عدة زوايا قانونية أحدها لها علاقة بالقانون الاتصال المادة 32 والتي تقول بأن الشركات التواصل الاجتماعي ليست مسؤولة قانونيا عن سلوكيات مستخدميها فأنا على سبيل المثال إذا ما قمت بحظي أو الحثي علي عمليات في تويتر فإن تويتر غير مسؤول عن عملياتي وعمالي أما قرون آخر يبحث عنه في السياق الأمريكي الآن وهو عن عدمي الثقة هل شركات مثل فيسبوك وآبل وآمازون وغوغل أكبر من أن تخدم وظيفة في العملية الديمقراطية وهل يجب أن يكون هناك المزيد من المنافسة بين الشركات المختلفة في قطاع التكنولوجيا من أجل تمكين التبادل الحر للأفكار عودا إلا ما قلت قبل قليل مسألة حرية التعبير والسيطرة على الأفكار أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي لينتي جراهم قال بأنه كيف يمنع ترامب من أن يغرد على تويتر وبعدين طبعا لحقته منصات التواصل الاجتماعي كلها يمنع بينما يسمح لخامنائي دائما بالتغريد وخامنائي ليس لوحده كانت منصات مواقع التواصل الاجتماعي لفترة من الزمن منبر واضح على الأقل لدينا في مسألة الإرهاب والتجنيد وغيره فلماذا عند الرئيس ترامب توقفت بينما لم تتوقف عند كل الحسابات الموجودة لديها أنا لا أستطيع أن أقول لك الأسباب التي اتخذتها شركة معينة داخل مجلس إدارتها لم أكن حاضرا معهم ولكنني أستطيع أن أقول لك بعض الأشياء لينزي غريهام مثلا ليس رجلا صادقا ونقاشاته غالبا ما تكون ضعيفة لأن أجندته هي الدفاع عن دانالد ترامب بأي ثمن بغض النظر عن حقيقة ادعاءاته أو نزاهة موقفه السياسي أستطيع أيضا أن أقول لك بأن خامنئين حسب علمي لم ينجح باستخدام التواصل الاجتماعي لأطلاق ثورة ضد الحكومة الأمريكية من قبل مواطنين أمريكيين هذا ما فعله دانالد ترامب وأخيرا الإجابة الأهم هي أن تويتر شركة خاصة وتويتر ليست خاضع لقوانين التعديل الدستوري الأول كما هو حال الحكومة الاتحادية وتويتر حر باتخاذ قراراتها وفي الحقيقة هي مطلوبة قانون لأن تتخذ قرارات في مصلحة أصحاب الأسهم وتزيد من نجاح الشركة في السوق وبلا شك مهما كانت الاعتبارات الأخرى فأن تويتر قررت بأنه من مصلحتها المالية ومن مصلحة استراتيجيتها كشركة أن توقف حساب دانالد ترامب في جزئية مما ذكرت حضرتك فيما يتعلق بخامنئي أو فيما يتعلق بإثارة الفوضى داخل الولايات المتحدة الأمريكية نحن نعرف أن هذه المنصات ليست أمريكية بحتة الآن هي تؤثر على العالم كله هي منصات عالمية هل الأمر فقط يتعلق بالخطر الذي يمكن أن يتهدد أمريكا أم الخطر الذي يمكن أن يتهدد أماكن أخرى بالعالم ودعني أضرب لك مثالا على ذلك في قبل عشر سنوات في ما أطلق عليه الربيع العربي في العالم العربي استخدمت هذه المنصات بشكل كبير للتحريض واقتحام المؤسسات وتحريض على العنف والتجمعات هل القرار الذي اتخذ الآن من الناحية السياسية هل يمكن له أن يعيد الاعتبار للذين طالبوا بتقييد حرية وسائل التواصل الاجتماعي آنذاك إذا كان لديك خبرة في ما حصل في الربيع العربي نعم لدي فكرا على دراية واسعة وكبيرة بربيع العربي هذا فاجأ الجميع وكانت هي المرة الأولى التي أدرك فيها العالم مدى قوة التواصل الاجتماعي كأدات سياسية خاصة لتنظيم العمل السياسي في العالم الحقيقي من دون معرفة هؤلاء في السلطة منذ عشر سنوات أو منذ الربيع العربي أغلب الحكومات حول العالم من ضمنها حكومة الولايات المتحدة اتخذت الخطوات لتقييد السلطة السياسية التواصل الاجتماعي بأشكال مختلفة ربما أنجحها كانت المقاربة الصينية التي استبدلت التواصل الاجتماعي الغربي بمنصات تسيطر عليها الحكومة وعليها رقابة ومراقبة مبنية في داخلها تنبه الحكومة لتهديدات سياسية محتملة وقد نجح ذلك كثيرا على سبيل المثال مع الانتفاضات في هونغ كونغ أما في سياق شرق الأوسط فالأمر أكثر تعقيدا لأن هناك حكومات مختلفة مع مقاربات مختلفة لحرية الإنترنت ولكن من الأشياء الثابتة هي أن الحكومة أصبحت أكثر ذكاء منذ عشر سنوات واستخدام التواصل الاجتماعي كأدات للبروبغاندا وفي نفس الوقت تقمع الأصوات المعارضة وتراقب الأطراف السياسين المعارضين وهذا ينطبق على كل مكان ولكنه ينطبق بشكل أكبر في أماكن أكثر استبدادا وأقل في أماكن ديمقراطية طبعا نحن سنبقى في مسألة محاولة التفريق بين العمل السياسي والعمل الذي يوصف بأنه عمل تخريبي مما حدث في الربيع العربي بروفيسور أرام سين رايك بروفيسور الاتصال في جامعة أمريكا ألف شكر لك على المشاركة معنا شكرا جزيلا وهذا فاصل قصير نتابع بعده منع ترامب من التغريد على تويتر يثير قضية عبر دفطي الأطلسي أهلا بكم معنا من جديد لم تكن العلاقة بين رئيس ترامب والقادة الأوروبيين على ما يرام لذلك كان مثيرا أن أعنف التصريحات التي خرجت للتنديد بقرار تويتر وقف حساب الرئيس ترامب كان من المستشرة الألمانية أنجل أمريكل التي أعربت عن انزعاجها بينما قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرد من الممكن التدخل في حرية التعبير لكن وفق الحدود التي وضعها المشرع وليس بقرار من إدارة شركة حول ردود الفعل الأوروبية على قرار تويتر اسمحوا لي أن أرحب بضيفي من باريس وزير الثقافة الأسبق ورئيس معهد العالم العربي السيد جاك لانج أهلا بك معنا سيد لانج وليبدأ معك بالموقف الألماني كيف يمكن تفسيره؟ هل هو خشية من أن يكون ترامب الأول وليس الأخير؟ لا أرغب في أن أتحدث عن بلدان بعين أسا كانت ألمانيا أو فرنسا أو غيرهم لكن السؤال الذي يطرح هو سؤال عام ويتعلق بالمستقبل فمنصة تويتر أضحت قوة كبيرة هذا الموقع يستخدم في العالم سواء كان للأسوأ أو للأفضل وسؤال الذي يطرح هو معرفة فيما إذا كان كنا نستطيع أن نتصور سن قوانين دولية من شأنها أن تسمح بمحاسبة موقع تويتر أو أن تويتر يتبنى مواقف مناهدة لقيم التسامح والسلام والاحترام وتويتر يجب أن يكون أداة من أدوات الدكتاتورية مهما كان من يستخدم هذه الأداء لأن الأمر يتعلق بعالم الاتصالات التي يتمتع بنفوذ كبير وبالتالي فإن منع ترامب من استخدام حسابه هي مسألة تتجاوز ترامب نفسه وعلينا نطرح السؤال بشأن وجود تشريعات دولية تستطيع أن تضع قواعد تسمح لتويتر بحظر أو سامح لبعض المنشورات لا يمكن على سبيل المثال أن نسمح لتويتر بقبول نشر رسائل الكراهية أو عدم التسامح أو رسائل تدعو للقيام بأعمال إرهابية وفي الوقت نفسه لا يمكن أن نتصور أيضاً أن يستخدم تويتر لأغراض أخرى هذا هو الصغير الذي يطرح صحيح لكن تعريف هذه المنصات كلها بشكل عام منصات أو وسائل التواصل الاجتماعي هل هي منصات صحفية أو منصات لها أجندات سياسية يسمح لها أحياناً أن تكون في قلب الحدث أو قلب الصراع لا شك بأن هذه المنصات تتوفر وتمتلك سلطة هائلة في بعض الأحيان هي أقوى وأكثر اتساعاً من سلطة الدول والديمقراطيات وهنا تكمن المشكلة الكبرى على صعيد أوروبا على سبيل المثال أوروبا التي بنينا فيها بشكل تدريجي أنظمة سلطة وكذلك تشريعات تحمي حرية التعبير وفي الوقت عينه ثم تحدود تم وضعها فعلى سبيل المثال في قوانين البلدان الأوروبية لا يمكن استخدام حرية التعبير للشتم أو القذف أو نشر أفكار ظلامية أو إرهابية لذلك يجب التوصل إلى حل واليوم استطيعنا أقول أننا في معزق فمن ناحية لدينا هذه السلطة النافذة لهذه المنصات دون أن تتقيد بقواعد محددة فهل من الطبيعي أن يتمكن تويتر وحده وبحرية تامة بناء على سلطات هائلة تتجاوز سلطات الدول لا يمكن لي أن أتقبل ذلك ولا يس بوسعي أن أعطي جواب على هذا السؤال ما أتمنى هو أن تعقد مؤتمرات دولية وكذلك اجتماعات فيما بين الدول لبحث قواعد اللعبة فيما بين هذه الدول قواعد تبني علاقات أصفها بطبيعية بين تويتر وغيرها أو البلدان الأخرى هل تشعب سيد لانك بأن وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة عندها ثقافة شعبية ممكن أن نسميها ثقافة السوشال ميديا أحيانا تذهب باتجاه تعزيز أفكار تطرف نظريات مؤامرة مهما بدت هذه النظريات غير علمية غير منظمة كونه إذا اعتمدنا على الدراسات التي أشرنا إليها قبل قليل الأخبار المزيفة تنتشر بـ 70% أكبر من الأخبار الحقيقية عبر هذه الوسائل هذا موضوع معقد ولن أستطيع أن أجيب بإنعم أم لا لأن هذه المسألة تستحق أن تحظى في شهور المقبلة بتفكير معمق على الصعيد الدولي فيما بين الخبراء والدول وأصحاب الشأن فمن ناحية الإنترنت والعسيمة منصة التويتر قد جلبت تحولات إيجابية وسمحت بانتشار المعرفة وكذلك الثقافة ومن ناحية الأخرى وقد أشرتم لذلك للتو هذه المنصات يمكن أن تستخدم لنشر المعلومات الكاذبة وكذلك رسائل الكراهية واللا تسامح طبعا وكما تفضلت سيد لانج المسألة بحاجة إلى المؤتمرات والبحث والدراسة فيما حصل لأنه قد تؤسس لمرحلة جديدة مستقبلية فيما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي سيد جاك لانج رئيس معهد العالم العربي وزير الثقافة الأسبق ضيفنا من باريس ألف شكر لك على المشاركة معنا وبهذا انتهت هذه الحلقة من البعد الآخر نلتقي وإياكم يوم السبت القادم بإذن الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة